مثل ما شفتوا الفترة اللي راح تقريباً ماضى المشهور عربي تركي كوري أجنبي إلا وكان بباريس اللي كان عم بصير هو أسبوع الموضة كان حدث مهم كتير وغنيج جداً صار في كتير شغلات غريبة حلوة مجنونة كلها هنلخصها ونقدم لكم إياها بهيدا الفيديو إذا كنتوا مهتمين بعالم الموضة بالجمال بالوعي بالترفيه قناة كارما لا لكم لهيك ما تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وخلونا نبلج مثل ما حكينا بالمقادمة أسبوع الموضة بباريس هذا العام كان غنيج جداً كتير كان في منافسة حائلة بين دور الأزياء والشركات لحتى تبرز وتبين بأفضل شكل ممكن أتموا عروض رائعة مجنونة بعضها كان ساحر وبعض الآخر كان جديد جداً وعمل ضجة هائلة على السوشيل ميديا ولا شك أنه أكثر عرض كان مبهر هو عرض دار كوبرني مثل ما شفتوا هيدا الفيديو اللي انتشر كتير عن مواقع تواصل اجتماعي هو من عرض كوبرني المبهر واللي عملوا أنه صعدت الموديل العالمي بيلا حديد على الاستيج وهي ما مرتدية في فستان واللي صار أنه تم رشة بمادة وبخاخ بكل جسمة وبعدين هيدا المادة تحولت لفستان بغضون دقائق فقط تقنية هي على أدمة هي مجنونة وغريبة على أدمة هي جديدة وملفتة وعملت كتير من الضجة ومن الشهرة وخلت دار كوبرني يرفع المنافسة عاليا بين كل دور الأزياء العالمية ورجعت فرجتنا قديش ما الفاشن والموضة مرتبطين ليس فقط بعالم الجمال والأزياء والفن بل هن مرتبطين ارتباط وثيق بالتكنولوجيا وهيدا اللي قدرت أن تعملوا هيدا الدار وهيدا اللحظة كانت فعلا لحظة أيقونية بعالم الموضة ورح يتذكروا أجيال الموضة اللي رح يجب بالمستقبل بشكل كتير كبير وهي علامة فارقة للدار وأيضا لبيلة حديد لأنه تم اختياره لحتى تمثل هيدا اللحظة الأيقونية هلا ما بنعرف إذا فعلا رح يتم تطبيق هيدا التقنية بعالم الأزياء الفترة اللي جايب حيث أنه أي إنسان يشتري أي لون بالدوياه يحيث أنه يصمم أي بلوزة أو أي قطعة بالدوياه بسرعة كبيرة يرتديها ويمشي هاي التقنية غريبة شوي وناس لسا ما استوعبتها ولكن فعلا هي قدمت عرض وإبداع رائع جدا بالوقت اللي كانت دور الأزياء العالمية عم تتنافس بإظهار أجمل ما عندها والأخص أنه هيدا المجموعات اللي تم تقديمها هي مجموعات ربيع وصيف 20-23 بالتالي كان المفروض أنها تكون مليئة بالحياة بالأمل والتفاؤل وهذا اللي ساعت لإله أغلب دور الأزياء اللي قدمت عروضها بأسبوع الموضة بباريس ولكن بالانسياجا كان عندهم رأي تاني تماما هن قاموا بتقديم العكس هل إحنا معوادين على جنون بالانسياجا بعالم الموضة ولكن هيدا المرة أيضا قدم معرض تاريخي وقوي جدا ومجنون مثل ستايلون لأنه دور الأزياء شافت أنه نحنا ما بصير نفسه للشيء اللي عم بصير حاليا بكوكب الأرض من كوارث من تهديد حقيقي من كوارث مناخية بيئية ومشاكل حقيقية عم بيعانوا مننا الناس ونحنا نقدم شيء زاهي وملفت لا نحنا بنا نعقص الصورة الحقيقية يلي بتعاني مننا الأرض وهات حرفيا يلي عملوه وشفنا أنه هيدا العرض كان تكمل العرض السابق اللي قدموه بظروف مناخية قاسية كل التلج وجليد هيدا العرض كان بمثابة امتداد للعرض السابق ومثل أنه بعد ما بيدوب التلج كيف تصير الأرض كل طين ومياه ووحل وكان موقع تقديم عرض الأزياء أيضا موحل وفي الوحل وطيني لمستخدمه حقيقي جدا وهيضا العرض كرس فكرة أنه الموضة لا تتجزى عن الواقع وأنه نحنا بنقدم رسالة بالفن من أدمى مثل ما هي ما شرط أنه نحنا ندعو للتفاؤل أحيانا أنه نحنا لازم نفرجي الأمور على حقيقة حتى أن الصورة يلي كان عم يبين العرض أو يلي وصلت خلال العرض أنه رغم كل هيدا اللي عم بيصير من واقع مرير وواقع صعب عم بتعيشه الأرض إلى أنه الناس عم بتكفي وعم تمشي وعم بتتقدم رغم أنه أشكال عرضي الأزياء وطريقة لبسهم للإكسسوارات اللي كانوا مستخدمينه تيابهم كله بتوحي أنه هيدا الشخص عم بيعاني وعم يطلع من معاناة وهيدا الأمل بطريقتهم الخاصة يلي عرضوه بالانسياجة اللي هو الأمل يلي بيخرج بعد التعب بعد المعاناة وهو الواقع الفترة الحالية اللي عم نعيشها بكوكب الأرض حتى أنه افتتح العرض كان يويست وكان مرتدي ملابس أشبه بملابس الجنود أو الحروب وهيضا أيضا دليل على أنه الأرض ليست بخير ولكن عم تسعى أنه هي تصير أفضل خبروني رأيكم بعرض بالانسياجة حبيتوا الفكرة أو كانت مجنونة وغريبة أو أنه هي فعلا ما رمزت للتفاؤل أو ما نجحوا بإيصال الفكرة اللي بدون إياها وعلى ذكر الضيوف المميزين اللي إلهم أهمية بدور الأزياء شفنا أنه شير احتتمت عرض بالمان واللي صار أنه هي كانت من ضيوف الشرف يلي إجوا وشاركوا بعرض بالمان يلي كان جيد أيضا وأيضا من ضيوف المميزين يلي كانوا مفاجأة أسبوع الموضة بباريس عربيا كان النجمة السيل عمران يلي شاركت بعرض لوريال باريس وأيضا مشيت على الرانوي بطريقة رائعة وهيذا الشيء اللي عجب كتير من الجمهور العربي ومحبي السيل عمران ومن الحضور العربي المميز أيضا بأسبوع الموضة بباريس كان إليس سيا اللي حضرت عرض إليس صعب بالإضافة لحضور ياسمين صبري لعروض كتيرة أبرزة بالنتينو ومن أسبوع الموضة بباريس مننتقل لميلان فاشن ويك أيضا برزت كتير من التصاميم لأهم دور الأزياء العالمية بميلان وأبرز هيدا التصاميم كانت تصاميم فرزاتشه هيدا التصاميم نالت على استحسان النقاط والسبب أن فرزاتشه بهيدا العرض طلعت من توبة يعني قدمت شيء كتير جديد ومميز والأخص أنه كان في كتير انتقادات عليهم أنهن عم بكرروا نفسهم بالتصاميم النفس ولكن بهيدا العرض أثبتت أنه هي قادرة تطلع بمجموعة جديدة تصاميم جديدة بهوية جديدة مع المحافظة على تصاميمهم الأيقوني ومن دور الأزياء العالمية اللي قدمت عرض أيقوني لا ينسى كان تعاون دوجا أنت جابانا مع كيم كارداشيان هيدا العرض حمل اسم تشاو كيم وكان عبارة عن أغلب التصاميم المميزة بأرشيف الدار اللي بتحبون كيم كارداشيان طبعا هيدا التصاميم اختارتون كيم من بين تصاميم من عام 1987 حتى عام 2007 من أرشيف الدار ومثل ما بتشوفوا أغلب التصاميم المختارة كانت تقريبا نفس تماما ما بتحب كيم كارداشيان مثل ما شفناها قبل كانوا كلهم مركز على السيلفر على الأقمشة معينة على التايجر وكل هيدا التياب شفناها لابستهم أو لابسة تصاميم متشابهة لقلهم سواء من داردول جاند جابانا أو من غيرها يعني تقريبا فينا نقول أنه هيدا المجموعة ككل هي فقط الذوق كيم كارداشيان من أكثر الأشياء اللي كانت مميزة بالعرض هي الفيديوهات الترويجية اللي شفناها على حساب كيم على الإنستغرام وأيضا كانت عم تنعرض بأثناء العرض وأيضا شفناها بخلفية الرانوي ظهرت فيديو لكم هي عم تتناول السباكيتي بالإضافة لأصوات من الهدافات والكاميرات يلي عم بتنادي ويلاف يو كيم ومن التفاصيل الحلوة والمهضومة اللي كانت بالعرض هي زاوية التصوير المخصصة للضيوف هيدا المرة ما اختارت دول جاند جابانا أن تعمل زاوية التصوير بشعارهم أول شي بيرمز للدار يلي عملوا أنه كانت زاوية العرض عبارة عن مجموعة من المصورين والكاميرات يلي بتركز عليك وين ما رحت وانت بتتصور لتعيش الشعور أنك تكون النجم مراقب أو دائما الكاميرات والأضواء حولك هيدا عم بتصير فيه تغطية دائمة عنا على حساباتنا على الإنستغرام عن أي شي متعلق بالفاشن لهيك لا تنسوا انكم تابعوا كارما فاشن على هيدا الحساب رح ترك لكم اللينك بصندوق الوصف لحتى تكونوا مطلعين على أبرز اللي عم بصير بعالم الموضة وهيك منكن وصلنا لختام حلقتنا اليوم خبروني أي عرض حبيتوا أكتر أوية أكتر شي لفتكن بأسبوع الموضة بباريس وبميلان